مساء الخير أعزائي المشاهدين من مدينة الإنتاج الإعلامي بنقابلكو في بداية الموسم الرابع فاتفضة مع روبير النهاردة معاكو بشكل جديد مش جديد أوي بس إحنا عندنا فقرة جديدة بنبتدي بيها البرنامج دايماً النهاردة أو اليوم فاتفضة شبابية فاتفضة شبابية بسرعة كده نتكلم عليها من 6 سنين ل 26 سنة اشمعنا 26 سنة مش عارف بس هي جات كده مدام 6 تبقى 26 سنة هنفطفض مع الشباب آه هنفطفض مع الشباب هنتكلم معاهم شوية هنتكلم عن أحوالهم هنشوف في سنهم بيفكروا ازاي طموحهم ايه هواياتهم ايه هتلاقي فيه رقم موجود تحت على الشاشة اي حد شايف انه هو قادر يطلع معانا عايز يفطفض يكلمنا عن رقم دوت وإحنا هيجي ويفطفض معانا آه معايا في الفقرة التانية الدكتورة الاستاذة آسف الاستاذة ليلة الجهري استشاري الأسرة والطفل دي هتتكلم معانا عن حاجات مهمة جدا في حياتنا فأنا باقترح عليكم ياريت ايه بعد ما نتفرق على الفقرة دي ايه اللي عايز يقعد يقعد واللي مش عايز يقعد يقعد برضه آه هبتدي معاكم الفقرة مع شاب من الشباب هو شاب وعدى الست سنين فيبقى من حقه يقعد معانا آه هنقول مساء الخير لأستاذ مكاري مساء الخير مساء النور يا أستاذ مساء النور يا أستاذ روبير عادي جدا أستاذ روبير في المشكلة آه انت بنوارنا النهاردة في برنامج فطفضة مع روبير شكرا عفوا آه وأنا مبسوط منك وانتك كده بس خليك فريش احنا طرقين رحلة يعني الموضوع مش آه انا وانت الوحدين او فيش حد شايفنا غير كم مليون بس هم اللي شايفيننا آه مكاري انت النهاردة آه معانا جايين نفطفض هنفطفض في ايه هنشوف ايه اللي انت عايز تقوله انت الاول قولي انت عندك آه كم سنة تسعة تسعة سنين سنة كام سنة تالتة يعني تالتة ايو ابتداي والعدادي عشان المشاهد يعرف لا سواء أبو حضرتك دلوقتي انت بتقولي تالتة اوكي دلوقتي بقولك تسعة سنين اه انا طب تلتة ايو تلتة جمعة تلتة عدادي لا طبعا ده إجابة زكية طبعا يعني انت لما قلتلي تسعة وتالتة فعلا ده سؤال مش زكي مني خالص يعني عندي تسعة سنين ايوا فاني اخو الشهرة طول تالتة جامعة لا طبعا المبسوط قوي بفكرة حضرتك وانت موجود عشان الفكر بتاعك دوت يعني النهاردة انت في تالتة ابتدائي وتسعة سنين وكم شهر تقريبا وكنت عايز اسألك سؤال كده كورونا اخبار كورونا معاك ايه عاملة مع استاذ مكاري بقالها سنة ونص بالعكس ده هي اللي محسنيني لحد الوقت يعني اعرف غريبة شوية بس من اول مكورونا جات ايوا ومدرسة جات انت عرفنا طبعا يعني اه طبعا اه بقى قبل كورونا كنا عادي بنروح المدرسة ونلعب مع بعض ونلمس بعض وكل حاجة اه في يوم كده كزي يوم بقى اينا بقى احنا الاطفال بقى منفكر بنلعب ازاي اه جات في دماغنا ايه خلاص بس نتسر بعض اونلاين ايه شاكنا بقى اونلاين تمام نتسر بعض اونلاين ونلعب على طول اونلاين بقى جيمز او نخلي صاحبنا يزارنا امم مش شرطة في المدرسة يعني جات مصلحة كورونا جات بالنسبة لك مصلحة بقى في لعبة اونلاين وفي اصحابك ممكن يجوا نتزور معاين مفروض غلط التزور ده بس انتوا بتتزوروا يعني مش بنتزور في البيت اه بنتزور تحت في الجنينة او يعني بنرعب كرة انا عندي واحد صاحب كده بيجيلي كل يوم اه وبيفضل يلعب معايا تحت في الجنينة بيلعب معاك ولا انت واخوك يعني بيلعب معايا قوت مع اخويا يعني اسمه ايه اسمه اسماعيل اسمه اسماعيل طيب جميل جدا طيب اه برضو انا برجع تاني اللي عايز يسأل استاذ مكارف اي حاجة او هيسأل الدكتورة الرقم موجود تحت على الشاشة واي حد عايز يسأل في موضوع الاسرة والطفل هيبعت للكنترول عشان هنسأل الاسئلة دي هرجع تاني مع استاذ مكارف النهاردة واحنا عديل بنتكلم بنعد الحلقة في الهواء الطالك قبل ما نخش الستوديو فبتقول لي مين هنا زميلك ومين هنا صحابك فانا استغربت السؤال النهاردة تقدر تقول لي ايه الفرق ما بين الزميل والصديق او الصاحب دلوقتي حضرتك زي ما قاعد كده وبتشتغل ايوا فانا دلوقتي حضرتك شايف كده ناس ودلوقتي يعني اللي بصورتنا دلوقتي ده يبقى زي زميلك مش شرط يبقى صاحبك اه استاذ محمد عزب مدير التصوية زميلي فعلا صاحبك اللي هو قريب منك بيعد معاك زي ما انا قلتلك دلوقتي الونلاين دلوقتي لما جيته اقول لك اسماعيل ده يبقى صاحبي قلتلك انا برعب معاك هلو شوية لكن مش زميل لأ مش زميل اه انا قريب مني يبقى صاحبي خلاص صاحبك يعني انا هنا مثلا انا صاحبي محمد الشاهد اوكي اللي هو المخرج ومدير الاستوديو الباقي زميلي صح كده بس بحبهم برضو يعني اه طب انا بشكرك على المعلومة دي لان انا كان عندي يعني جميع السنوات اللي فاتت عندي الاخبطة ما بين الزميل والصاحب فعلا يعني كل واحد عاق ببصلك انت انت زميل ولا صاحب ببقى مش عارفه مش باين انا زيك كمان بس بعدها بشوية لاحظت بموضوعك استكشفته عرفته لاحظته كده طب وبناسبة انك انت استكشفته وعرفته معانا تليفون ممكن حضرتك تبص للكاميرا اللي ورايا وتقول الو مين دا مين دا مين دا ايوة مين معاه انا اسماعيل انت اسماعيل اسماعيل طلع في التلفزيون يا ولاد شوف اسماعيل لو اسماعيل صاحبك زك يا اسماعيل الحمد لله مكاري بيقول انك انت صاحبه بتلعبه مع بعض تحته كده ايه رأيك في الموضوع دا الموضوع دا حلوة قوي حلو ايه رأيك كل يوم كل يوم يعني انتو فرحانين بالكورونا للدرجة دي للدرجة دي لأ يعني شابسوطين بالكورونا اه الكورونا بتنوش ودي حاجة حشقاني طب كلم اسماعيل وقله اتفضل مع حضرتك بحشة بس بحشة بس ممكن اسماعيل تكون بحشة بس ممكن اوقات تساعدك انك تلاقي اصحب بطريقة تانية طبعا اوكي بس الكورونا بتنوش دي اوحش حاجة اه كورونا ممكن تكون حلوة يعني تساعدك بس لو بتموت يبقى انا وكده مش حاجة هي مش بتموت دايما او يعني بتنوش شوي باوكي بس مش درجة اوحش طبعا يا اسماعيل وانت معايا دلوقتي اه هواياتك ايه ايه اكتر هواية انت بتمارسها في وقت الكورونا ده نا انا اسمعتش هواياتك ايه ايه الهواية اللي انت بتحبها اكتر هواية انا بحب الكورة بحب كذا لعد فيها بتحب ايه بحب كذا لعد في الكورة وبحب الكورة اوي بتحب الكورة اوي طيب يعني الكورة بتقالي عايزة تمارين كتير صح؟ اه طبعا بحبتها تمارين كتير اوي غاد مطابش اللي الدولي واعزها يعني تمارين يعني من فوق مثلا من تسعة السفل لغاية بتاع حداشر تمارين ايه ومسلا من بتاع عشرة بالليل لغاية اتناشر بالليل او ساعة واحدة لغاية واحدة بالليل يعني التمارين محتاجة جهد وتتمرن في البيت وكل انت برضو اسماعيل عندك تسعة سنين او اسماعيل وفي سنة تالتة برضو تلتة ابتداء والعدادي السؤال الزاكي بتاعي تلتة ابتداء والعدادي يا اسماعيل اه مكاري قالك ده من شوية لو عندي تسعة سنين انا كنت ايه اه اولى عشرة رائع انا بحب السؤال جميل جميل انا عايز بس بقول للمشاهدين ادي الشباب اللي هو تسعة سنين اللي احنا بنبقى فاكرينهم كزا رجل بيتكلم كلام منطقي قالك تسعة سنين اسماعيل ده تلاقي احسن واحد في المدرسة كلها يلعب كرة ده مو صلاح ده محمد صلاح عن داري في المدرسة مو صلاح بيقولك انت احسن واحد بتلعب في المدرسة مو صلاح يعني مش في المدرسة يعني في الفصلين في لعب انا بحبه قوي هو تقوك على كل اللعيبة تمام مثلا ده جامي ده رونالدو يونال ميسي يعني في لعبه كتار قوي كانوا الاول فقرة ما عندهمش فلوش ويوقتوا اوه وعندهم فلوش ولعبه مختفين يعني المتدي من السب بغاية المليون جميل جدا يعني لازم وانت صغير تغسر تقول انا هشتغل ايه وتردد في الدراسة وكل حاجة اه ولما تكبر تلعب كرة عشان يبقى عندك كزا مليون انا بشكرك يا اسماعيل جدا على المدخلة الجميلة ديت وشكرا لبابا وماما اللي هم خلوا بالهم منك وبيعملوا تمرينات وانت احسن واحد بتلعب في المدرسة شكرا وان شاء الله تبقى معانا قريب اه مدخلة جميلة ومفاجأة طبعا اه صاحبك لسه بتقول اسماعيل بتدعك الفلوس طلعلك اسماعيل حاجة غريبة ايه يا اخي المدخلات دي نكمل تاني موضوعنا اه في المدرسة واه احنا عندنا صحاب وعندنا زميل وقلنا تكلمنا في الونلاي كنت بتقول لي حاجة بتقول لي كورونا اه واحنا يعني ماشيين كده وجايين عشان نعمل حلقة جميلة دي فكان في حد يعني قاعد كده تحت الكوبري وبتاع بتقول لي قلتلي ايه قلتلي ايه في الكورونا ما عايز تقولها للمشاهدين اه اللي هو قصدك الناس اللي قلتلي عنها الغلبانة دي وكده اه دلوقتي لما تيجي تشوف الناس الغلبانة اه لها مش لبسك ماما اه او ممكن قصة ما تكونش عارفة موضوع كورونا عشان ولا حتى عندها تلفزيون اه او ممكن تلاقي الناس لبسك ماما لهم اللي قصدك اللي عادين في الشاعر بالزبط اه لكن ربنا دلوقتي اه دلوقتي في كزا حد غني ايوة يعني زي تعرف سمير غنم تمام مش لازم ننفق اسميه يعني كزا حد غني اه كزا حد مات من كورونا بس دلوقتي تحس ان الاغنية يموتوا اكتر من اله الناس اللي هم الناس اللي عدول الناس اللي عدول ربنا بيحافظ عليهم بالزبط انت خدت بالك من الموضوع دوت من نفسك يعني انا شايف انك انت انتباهت للموضوع دوت مش من نفسي قوي يعني اه بتشوف الناس او ممكن اشوف اه اسمع انا اوقات باسمع بيقولوا ايه او اه اشوف ام طيب السنة الجاية مفروض هتبقى في سنة ربعة ان شاء الله بير اونلاين اه برضه هيبقى اونلاين اه ايه ده يعني هم مفيش احتمال ان الكورونا ماشي السنة الجاية معرفش احتمال بس هم اللي بيقولوك ده على الواتساب على الواتساب يعني انت انت النهاردة كشاب بقى لك سنتين في الاونلاين وداخل في السنة الرابعة اه انت شايف المستقبل رايح فينا واستاذ مكاري مستقبل التعليم في مصر او في العالم مصر مين يا عم التعليم في العالم التعليم ده انت كده بتاخد المادة العلمية مظبوطة شوف انا بتكلمك كلام ايه متجعلس ليه لانت راجل دماغك ريئة انا مش اكدب عليك لا متكدبش يا فاند متفضل الونلاين في حاجة واحدة بستحلها فيه ايه ان عندلك يزم مدرسة حوالي ثلاثة ايه ان انت عندهم بيعلق الله اتفضل قول بي عادي فرغم ما يعلق اه فحدة يعني في الفصل طبعا اللي لو عالق لازم طبعا نفرح ليه بقى ليه عشان المدرسة اوقات بتخلص اوقات بنخلص الحصة يعني النت لما بيعلق بتاعك مدرسة او ممكن تعمل ايه بس اه بنعمل احنا لو مدرسة النت بتاعها عالق اه بندرها عشرين ديئة عشرين ديئة يعني ما بتخشش فيها ونقولها خلاص مع السلامة بعدها فا ادروا بتقولولها مع السلامة لا يعني بنمشي خلاص عشان ما بتكونش جات اه فلو عشر دقيق بقى فاحنا بقى في دماغنا ايه اه السحبة مش قدر مثلا ندرها طول نصة ساعة اه فبناخد عشر دقيق نقولها بعدها العشر دقيق دورت بتخش اه لانا كلها مش موجودين دول ايه ده هو الناس كلها مش يتخلص مش ولا ايه اه يعني انتم بتتفقوا مع بعض يعني انتم في الاولاين بتبقوا انتم موجودين يعني مش بنتفق اه بنعرف نفكر اه الشخصي التاني بيلي مش يعني مش بنفكر نفكر اه دل دلوقتي احنا عندنا طبعا نشات ايه اوقات اه بنحس او اوقات بنالعب اونلاين زي ما اقولت لك لما هي بتمشي على فكرة عادة بنالعب اونلاين بنبعث على بعض الشات وعلى حاجات كده بس طبعا مش بنبعث على العشرين دقيق لا الموضوع العشرين دقيق ده قصدي اصحابي ممكن بيعملوه بس انا واخويا بنعملو انت اخوك بتابلوه يعني عاملين حاجة شابه مدرسة المشاغبين الفراو او المدرسة عشرين دقيقة اتأخرت اجري اواد ولعبت على اونلاين على طول حتى من غير ما تجري يعني في الاسناء ده انت شغال اونلاين يعني لا اوقات اوقات اه اوقات ده الهدية او العب طول النهار بقى في ال اونلاين ما تقديها طول الوقت وليا ما تخدشش بقى انبسك جدا بتنبسك جدا وبتقولها بكل اريحية كده يعني انا افهم الكلامك ان كورونا جات لكم مصلحة انتو بالنسبة لكم عايزين الدنيا كورونا على طول في الوقت لا يعني نفسنا الدنيا لو كورونا طبقى النت ويحش عند المدرسين كلهم اه يعني لو الدنيا كورونا نت بقى ويحش عند المدرسين وحلو عندك انت واصحابك عشان تلعبه ويلغوا الامتحانات طب وليه المدارس اساسا انت ما تقعد في بيتك وياد وتوقف الفلوس المدرسة يعني انت كده كمان عايز الامتحانات تتلغي طب المتحانات حلوة عشان تبقى عارفة من اللي بيذاكر ومن اللي ما بيذاكرش ايه رأيك اه بس ممكن عارفة فكرة عادي حد يذاكر بقله شعورين اه ويسقط امتحان يا ساتر يا رب ازاي الكلام ده اعرفش انا عندي كاسة حد في الفصل في امتحان ماتة حسابي عندي عارف واحد رياض بيما زكرش بيقوله انه ما زكرش واخد درجة جميلة جدا ممكن يكون بيضحك عليكم عشان انتوا خليكم بتذاكروش وهو الودة اللي يجيب الاحلى نمر لا انا يعني الحقيقة بشوفوش بيذاكر جدا بس هو بيقولي كده فاني صدقته عشان انا اود بيشوفو ام شاطر جدا تمام اه وممكن يكون واحد من الهو واحد من الكويسين جدا يعني طيب واحد من الكويسين جدا يعني مش كويسين اه معانا اتصال تليفوني ممكن نقول الو 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 ايوا مين معايا انا محمد محمد وائل الرشيدي صح انا محمد وائل ازاك يا محمد عامل ايه بايس الحمد لله معاك صاحبك مكاري اهو شوف عايز تقوله ايه محمد ده صاحب ولا زميل نعم محمد صاحب ولا زميل لا ده صاحب صاحب بقى صاحب صاحب بقى محمد ازاك يا مكاري كويس ايه رأيك في الكلام اللي بيقوله استاذ مكاري دوت هل انتوا بتستنوا المدرسة النت يقطع وتعودوا تلعبوا مع بعض اهلا والله احلى حاجة ببيني احنا ستكون عادي نحن 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 نقوله نحن نلعب كده احلى حاجة والله انت يا ابني طمنتني على مستقبل التعليم في مصر انا اطمنت كده انا الوقت جايبه ويقول كلمتين وبالسلامة انا بقى يعني من موقع هذا ويا ريث المقطع دوت يتشير ارجوكم نشيره يمكن يوصل لوزير التربية والتعليم انتوا مدارس انترناشنال بالمناسبة لغاية دلوقتي اه مكاري ومحمد واسماعيل لسه ما خلصوش المدرسة يخلصوا في اخر ستة وبيعملوا كده طيب اه اه الاونلاين عامل في ايه يا محمد تحكي لك بس اه اه اتخذ حاجة بيصدقوني بس برعب برده انا اتخذ علي بعد المدرسة النهاردة النهاردة عشان اه مبارح كان فيه برزنتيشن فبقى كزا حد خلص لقينا بتاع خمسة خمسة عندنا في الفصل ايوا فدلنا نلعب بقى على الاونلاين معنا يعني انتو عملتو البرزنتيشن ولقبتو ولا كان اسناء البرزنتيشن احنا بناجل فيه نايس بياجروا وقت البرزنتيشن عشان وقتين مش كبير جدا مش هيكفي ده كله اه فانبارح جينا نعمل برزنتيشن ايوا النهاردة انا ومحمد وواحدة صاحباتي تاني اسمها ايه ليان واحد اسمه بلال وكزا حد تمام ماشي فدلنا نلعب برو السارس لاب اسمها برو السارس جميلة دي كنت بلعبها زمان معانا في ناس اول مرة اسمعها اه اتفضل اه محمد انت معنا خليك معنا عشان نسمع الحاجات الجميلة دي قول يا باك ها اه وكل حاجة يا محمد يا ريت يعني السنة الجاية نشد حيالنا شوية عشان كده الموضوع يبقى صعب جدا وبابا مهندس كبير عايزين نبقى مهندسين نبني العماير تفضل وقفة مش هتميل احنا عندنا فجوة بقول لستادة المشاهدين عندنا فجوة ان احنا عندنا سنتين تلاتة ويمكن تيجي الرابعة كمان في التعليم ككل ان الشباب بيطلق مش هاضم المادة العلمية فلما هتخلص كورونا وان شاء الله هتخلص هنبتدي بقى نشتغل هنلاقي طب وبعدين فين الاساس فياريت كل اولياء الامور كل المدرسين نركز هو نجحين والحمد الله نجحين بس لازم ياخد المادة العلمية مظبوط عشان يعرف يكمل لما الموضوع يبقى جد ماشي شكرا يا محمد شكرا لحضرتك محمد عمل مداخلة جميلة واستاذ اسماعيل عمل مداخلة جميلة اه شكلي شوية كده والتفدح لا لا خلاص ان شاء الله مش هنلحي نعمل مداخلة جميلة عشان احنا عندنا الدكتورة ليلى انا شخصين منتظرها والناس كتير منتظرين قبل ما اختب مع حضرتك تحب تدي رسالة ايه لاخواتك مثلا اه اقول لهم لو كنت عندك اخواتك مين الاول ايه اسمهم ايه اخواتك اه اخويا اسمك رولوس تمام اخواتي اللي كان عندي اختين تمام واحدة ميريام دي الكبيرة واحدة اسمها كاثرين ايها دي اللي هي المتوسطة فينا ايها المتوسطة هي مش اصغر مني هي اكبر مني اه بس هي اصغر من اختك كبيرة فدي حلو بسرعة نعم ابي كرولوس ميريام انت عايز تقولهم رسالة ايه يعني ميريام دي كويسة ايه اه عايز تقولهم اه كاتي اه يعني لو انتم بتفكروا دلوقتي ته تتنرفزوا علي ايوا ارجوكم متفكروش علي عالموضع ده عشان موضع بيتنرفزني كمان هم يتنرفزوا عليك اه بس انا بحاول اهدى ايه المفروض احاول اهدى عشان تعرف تفكر في المشاريع عشان انا لو مهددش ايه هسمع زي اكتر اوكي وكمان لو مهددش يعني مش احس ان انا كمان مستريح ايه احس ان انا كمان بدايقه وانا مش بحب اهدى يعني مش عايز ادايقه اللي هو الشخص اللي قدامه بالزبط طيب يعني بنقول لاخته ما نرفزوش كتير وهو الراجل اللي بيحب يبقى هدوء عشان ما اه طيب اه في حاجة تاني عايز تقولها قبل ما انهي مع حضرتك لا يا ابني قول فرصة انت على الهوى مفيش حد يسمعك اللي أنا وانت بس وعمم محمد عزق نارا صدق طيب اه بشكر اه الطفل او الاستاذ مكاري اه مكاري مكاري حضرتك سوريا بسمكاري استاذ مكاري بشكره على الهوى انه يعني ده فكر شاب تسع سنين وآه اربع شهور وان شاء الله هيبقى معانا قريب لانه هو كان الحاجة اللي نسي يقولها بيخترع حاجة كده هو هتبقى هتخلص كمان عشر سنين تقريبا لا بطاق خمس سنين حاجة كده عبارة عن ايه بسرعة كده آآ روبوت روبوت وبيتحرق وانت بتشغل فيه انت لوحدك بس انا عشان اجيب الحديد والكرم ده مقدر ادور عليه وقت طويل لا ما تقلقش انا هتصرف لك في موضوع الحديد ده آآ هنطلع فاصل وبعد الفاصل هيبقى معانا الاستاذة ليلى الجهري اللي بنشكرها آآ برغم آآ يعني ارتبطاتها الشديدة آآ ودوة اللي خلينا نجيب برضو الطفل مكاري هيبقى معانا هتتكلم عن الاسرة والطفل هتتكلم عن حاجات كتير حاجات غير معتادة ما سمعتوهاش قبل كده او ما سمعتوهاش بالطريقة دية آآ ما تروحوش في حتة تانية واسمعوا الاغنية اللي ما بين الفاصل فاصل وراجعين لكم تاني شكرا